اشتركوا في القناة ديها يؤيد جيشه اللي خرج على النظام الملكي في مصر لأول مرة مصر تبقى مفترض دولة جمهورية مش ملكية طب تعالوا نشوف المبادئ الستة ونشوف بعد خمسة وستين سنة ماذا تحقق من هذه المبادئ اول مبدأ القضاء على الاقطاع تم القضاء على الاقطاع بس عاد الاقطاع بشكل مختلف كان الاقطاع في ايدي الاغنياء والبشوات وتوزعت الارض كانت في وقتها علشان كل حاجة هتخرج من سياقها الزمني هتفقد كتير من امتها ومعناها التفكير الان غير التفكير دلوقتي يعني لو سنة اتنين وخمسين اتكلمنا على الموبايل وقلنا ان دي احلام هنقول ان احنا بنخرف هنقول نطور الاتصالات فحد يوصل خياله لده مستحيل حياة ديمقراطية سليلة حتى هذه اللحظة ما قدرناش نبني حياة ديمقراطية سليلة حياة ديمقراطية يعني احزاب يعني حق الشعب في الاختيار مشاركته في الحق ما فيش لسه لسه بنبتدي بناء جيش وطني هي دي الحاجة اللي موجودة عندنا احنا عندنا جيش وطني عظيف موجود اقامة عدالة اجتماعية ما عندناش عدالة اجتماعية من 52 حتى الان حوالي خمس مبادئ من مبادئ الثورة ما تحققوش اسقطنا الاستعمار اي اه علي ابن الجنيني دخل كلها الحرب اي 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 ده صحيح لكن العدالة الاجتماعية متحققة حتى الان لا عندنا ديمقراطية حقيقية لا لكن تبقى عندنا التجربة الحقيقية لشباب كان عندهم ارادة استطاعوا انهم يتفقوا وغيروا وجه مصر والزعيم عبد الناصر يقود حركات التحرر في افريقيا وفي العالم كان حالة شباب في التلاتينات في تلاتينيات من عمره يغير وجه المنطقة ويقود تغييرا حقيقيا في مصر بس بدون التفاف شعبي ولا كانت حاجة تتم وده اللي حصل في تلاتين يونيو بدون التفاف شعبي صعب ان احنا نتغير ليه بقى معرفناش نعمل عدالة اجتماعية ليه عندنا اخطاء في الدموقراطية ليه 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 ده موضوع نبقى نتناقش فيه انا مش هتناقش فيه النهاردة لكن هقف قدام شخصية ما بنقفش قدامها كتير وهي تستحق ان احنا نقف قدامها هكلمكم عن يوسف صديق يوسف صديق ده واحد من اهم اسباب نجاح ثورة يولو يوسف صديق هو اللي اتحرك اول حد اتحرك بكاتبته ونجح في اقتحام مبنى قيادة الجيش واعتقال القيادات الموالية للملك قبل الثورة بايام ظهروا جمال عبد النصر وعبد الحكيم عامل في بيته للتنصيق معاه في الخطة فلقوه بينزف ولقوه تعبان قوي فقالوا لطبوه انت هتقدر تشتغل كده قال لهم قدام نداء الوطن لما مصر تحتاجني هبقى كويس وحقوم وراح وتحرك بجنوده وهو قائد لكتيبة مدافع الماكينة بمعسكر هايكستيب وقف قال لهم انتم مقدمين الليلة على واحد من اهم الاعمال الاكتر وطنية في تاريخ بلدكم وتحرك ونجح يوسف صديق يوسف صديق اختلف مع مجلس كانت الصورة وكان رأي انهم يعودوا للثكانات مرة اخرى وما كان رأيهم ان حال البلد لا يسمح بذلك وممكن الصورة تفشل كان لاختلاف حد جدا اتسجن من 54 ل55 وبعد كده طلعوا وقعد في قريته معزز مقرم محدد الاقامة لحد ما توفى سنة 75 كان خطأ اللي عملوه مع يوسف صديق كان خطأ بس انتم عارفين الثورات وشباب صغير بيبقى لها ضحايا واحيانا في مراحل التغيير ترى انك علشان تنجح لازم تتجرد من مشاعرك ومن قلبك واي حد يوقف طريقك تدوسه لحد ما تستقر انا مقصودش حاجة انا اقصد ان ده كان منطق شباب سنة 52 هل ده منطق الثورات بشكل عام؟ ايه منطق الثورات بشكل عام ببقالها ضحايا كتر ناس كتير بتروح النهار ده عندي بيومي ابن عمه فؤاد عندي النجم بيومي فؤاد مين عمه فؤاد بقى؟ اه هو بابا بيومي بس بابا ليه دور كبير وليه قصة؟ بابا غير مصار بيومي عمه فؤاد اللي تربط على ايديه اجيال بتحبه في كلية الفنون الجميلة؟ كان ليه دور كبير في حياة بيومي عمه فؤاد هو ابويا وبوك وبالطبقة المتوسطة والطبقة اللي قامت علشان هصورت يولشو الطبقة اللي استطاعت انها يتعلم اولادهم ويدخلهم احسن كليات زي اي حد ويبقوا قيمة بس هي الطبقة كمان اللي الظلمت لما بقى مفهوم المساواة انك تدخل كليات كبيرة طول الوقت فدخل ناس كتير كليات واتخرجوا منها قاعدين في الشوارع ما استفدناش منهم بحاجة ولا هم ما استفادوا ما استفدناش احنا كوطن ولا هم ما استفادوا مفهوم التعليم في مصر عكس مفهوم التعليم في العالم حتى هزيه اللحظة مفهوم التعليم ان ابني جامعي مش ابني فني مش ابني كسيب مش ابني تعلم الشغل التعليم اللي ينفع يشغله وده واحد من اخطاء مفهوم التغيير والمساواة والعدالة في مصر طيب بعد هنشوف بيوم الفؤاد بصورة مختلفة اتمنى ان ننجح في الحوار معاه بيومه في وقت في التمثيل غيره في الحوار صعب شخصية مش شخصية سهلة شخصية جوزائية لانه جوزاء والشخصيات الجوزاء دي بتبقى متقلبة وجواها اكتر من شخصية فهنشوف هنتعامل مع مين في يوم النهاردة خيصية شخصية اتمنى ان لانه lodقة واحد